موسيقى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية مشاهدين أهلا بكم أفد البروفيسور الحسن باليماني الطبيب الخاص لجلالة الملك في بلاغ له اليوم بأن صاحب الجلالة الملكة محمد نسارس حفظه الله تعرض لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بدون أعراض وأضاف البلاغ أن الطبيب الخاص لجلالة الملك وصف فترة راحة لجلالته لبضعة أيام حفظ الله جلالة الملك وأنعم عليه بأردية شفاء العاجل وأدام على جلالته نعمة الصحة والعافية على صعيد آخر عقد مجلس الحكومة اليوم الخميس برباط اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عزيزة خنوش وصادق المجلس خلال هذا الاجتماع على مشروع قانون يتعلق بالمناطق الصناعية وعلى ثلاثة مراسيم تهم تنظيم الجائزة الوطنية للمسرح والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتطبيق مدونة الجمارك والدرائب غير المباشرة على الخصوص تقرير لوليد حمدي عالوي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد برئاسة السيد عزيزة خنوش رئيس الحكومة صادق المجلس على المرسوم رقم 222-438 والهدف إلى استثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات وهدف هذا المشروع إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية عبر تغيير مقتضيات الفصل 190 جيم جوج من المرسوم رقم جوج 77-862 المذكور أعلى بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات كما اطلع مجلس الحكومة على اتفاقية بشأن تفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية القمور المتحدة تهدف هذه الاتفاقية إلى حدف الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب بدون خلق فرص لعدم الخضوع للضريبة أو تخفيضها من خلال التهرب أو الغش الضريبي بما في ذلك إجراءات التربح الضريبي الهدف إلى الحصول على الامتيازات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بطريقة غير مباشرة لمصلحة مقيم في دولة ثالثة وعرفت أشغال المجلس أيضا المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمناطق الصناعية ومشروع مرسوم يتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح ومشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مدونة الجامارك والضرائب غير المباشرة في موضوع آخر أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريت اليوم الخميس بالرباط أجرى محادثات مع نظره السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وأجرت المحادثات قبل قبيلة ترأس الوزيرين للدورة الثالثة عشرة لاجتماع اللجنة المشتركة المغربية السعودية عودة مع وليد حميدي علوي خلال ندوة صحفية مشتركة أعقبت مباحثات أجراها قبيل انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة المغربية السعودية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أبرز السيد ناصر بوريت أن المباحثات شكلت مناسبة للحديث حول القضايا الثنائية والإقليمية التي يوجد فيها تطابق مطلق في التوجهات والتصورات من منطلق توجهات قيادتي البلدين صاحب سمو بأن التضامن المطلق للمغرب مع أمن واستقرار المملكة العربية السعودية التضامن المغرب كما قال جلالة الملك ليس فقط التضامن بالتعبير هو تضامن فعلي هي مناسبة كذلك لتعبير عن الشكر والامتنان للقيادة للمملكة العربية السعودية ولكم صاحب سمو في المواقف التابتة إزاء قضية صحراء المغربية والقضايا التي تهم المصالح العليا للمملكة المغربية ومن جانبه أشهد وزير الخارجية السعودي بجهود أعضاء لجنة المشتركة الرامية لتعزيز تعاون المشترك في شتى المجالات وبالتوافق التام في وجهة النظر بين البلدين فيما يخص القضايا الإقليمية هناك توافق تام أستطيع أن أقول في المواقف بين المملكتين وهناك استشعار لقيادة البلدين بأهمية التنسيق والتعاون ليس فقط لتحقيق مصالح البلدين لكن الأمة العربية والسلم الأمن الدولي والتنسيق بيننا غير منقطع مستمر وكذلك ينعكس هذا في ما أشار إليه معادي من التبادل المستمر في الدعم في المحافل الدولية سواء كان الترشيحات أو المبادرات ونعمل باستمرار وأبرز الطرفان أيضا خلال مباحثاتهما أن الإمكانات الضخمة التي يزخر بها البلدان يمكن تسخيرها بطريقة فضلة على جميع الأصعدة مشيرين إلى أنه بقدر ما يعربان عن ارتياحهما للإنجازات التي تم تحقيقها بقدر ما يذكي ذلك لدى الطرفين الرغبة والطموح المتزايد في تحقيق أهداف أكثر شمولية وشراكة مثمرة بعيدة المدى وفي ذات سياق عقدت اليوم الخميس الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة المغربية السعودية برئاسة وزيري خارجية البلد الناصر بوريطا والأمير فيصل بن فرحان أهل سعود وتوجت دورة بمحضر أكدت فيه الرياض على موقفها الداعم لمغربية الصحراء ونوهت فيه بجهود جلالة الملك رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن المدينة وصيانة هويتها انطلقت أشغال الدورة الثالثة عشرة لاجتماع لجنة المشتركة المغربية السعودية برئاسة وزيري خارجية البلدين السيد ناصر بوريطا والأمير فيصل بن فرحان أل سعود ويأتي التئام هذه الدورة في إطار ترصيخ علاقات التعاون المشترك بين البلدين وإجراء تقييم شامل لهذا التعاون فضلا عن تقديم برامج عمل جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومما جاء في محضر الدورة أن المملكة العربية السعودية أكدت على موقفها الداعم لمغربية الصحراء ومن جانبه وحسب المحضر جدد المغرب دعمه لترشيح المملكة العربية السعودية العاصمة الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030 المغرب أيضا جدد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية ودعمه الموصول لكل ما تتخذه من إجراءة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها وأوضح محضر اجتماعي الدورة أن اللجان أكدت على أهمية تنسيق مواقف البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك كما اتفق الجانبان على مواصلة دعم ترشيحات البلدين في هذه المنظمات كما جاء في المحضر أن المملكة العربية السعودية ثمنت المقاربة الثلاثية الأبعاد للمملكة المغربية تجاه منطقة الساحل والتي ترتكز على الأمن والتنمية وتكوين الموارد البشرية وبالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن المدينة وصيانة هويتها الحضرية المملكة العربية السعودية أعربت أيضا عن دعمها لمبادرات المملكة المغربية في مجال مكافحة التغيرات المناخية والتي تهدف إلى مواجهة التداعيات المدمرة لهذه التغيرات على الصعيدين الإقليمي والعالمي إلى الخبرية الدولي حيث افتتحت أمسنا الأربعاء في باريس النسخة السادسة من معرض فيفا تيك أحد أهم مواعيد التكنولوجيا في أوروبا بمشاركة أكثر من 1500 شركة ناشئة من أزيد من 30 دولة ومن بينها المغرب نتابع روبرتاج مراسل مفانت كات من باريس دريستكي افتتحت بباريس معرض فيفا تكنولوجي وهو أكبر تدهورة لإبتكار في أوروبا بمشاركة أزيد من 1500 شركة ناشئة ومجموعات الرائدة عالميا في مجال الرقمنة وتقنية الاتصال من 30 دولة من بينها المغرب ففي باريس تجاور أحدث الشركة الناشئة عمالقة التكنولوجيا العالمية كجوجل وميكروسوفت وميتا وأورانج والهدف واحد تبدل الخبرات والوقوف على آخر مستجدات حقل الإبتكار في المجال الرقمي في خدم التحول المتسارع الذي يعرفه العالم وما فرضته جائحة كورونا من إكراهات على المستوى الاقتصادي والبيئي جئنا للفيفا تيك أولا باش نحاول نمثلو هذه التكنولوجيا المغربية باش عارفوا الناس بأننا في المغرب شي حويج لك تتصوب لها واحد كاليسي زمان دونيفو مونديال والحمد لله لدينا سياسات وستراتيجيات في المغرب لكتحت هذه الشركات المغربية الممتاكرة كما يسمح هذا الموعد السنوي الهام والمقام على مدة أربعة أيام في مركز بورت دوفيرساي حول المقاولات الناشئة من تقديم ابتكاراتها والتبادل مع المتدخلين في القطاع ونسج علاقات مع المستتميرين والمجموعات الكبرى المشاركة نحن الشركة الآن كاينين في المغرب كاينين في إسبانيا في فرنسا وفي الصين ونحن الشركة الوحيدة اللي في هذا المعرض هذا اللي تتخدم واحدة الخدمات شمولية في الانترنت الانترنت يعني الانترنت بزوبجي كما سوى في الصناعة الإلكترونية في الصوفت وير وفي الانتغراشن ويتوقع المنظمون تجاوز أرقام السنة الماضية من حيث استقطاب الزوار والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي بينما يشمل برنامج المعارض العديد من الانشطة كالندوات واللقاءات العلمية وصل الرئيس الفرنسي إمانويل مايكرون والمستشار الألماني أولاف شولت ورئيس الحكومة الإيطالي ماريو دراغي لكييف ليؤكدوا دعم أوروبا لأوكرانيا بينما أعلنت واشنطن عن مساعدة عسكرية أمريكية بقيمة مليار دولار لهذا البلد بادر زيو والتفاصيل الرئيس الفرنسي إمانويل مايكرون والمستشار الألماني أولاف شولت ورئيس الغزراء الإيطالي ماريو دراغي يصلون العاصمة الأوكرانية كييف في رحلة مشتركة عبر القطار قطار الزعماء الثلاثة يبتغي إظهار الدعم لأوكرانيا في حربها مع الروس الزيارة استغرقت أسابيع للتحضير لها بينما يسعى الزعماء الثلاثة لمواجهة الانتقاد حول طريقة تعاملهم مع الحرب في أوكرانيا وحسب مسؤول في قصر الإليزي فإن هذا هو أقصى ما يمكن فعله قبل موعد قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل والتي ستناقش طلب كييف الانضمام للتكتل الأوروبي الذي يضم سبعة وعشرين بلدا دوليا دائما نجرى الرئيس الصيني تشي جينبينغ أمس الأربعاء مباحثات هاتفية مع نظره الروسي فلاديمير كوتين تمحورت بالأساس حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين والقضية الأوكرانية وذكر تلفزيون الصين المركزي سي سي تي في أن تشي جينبينغ أو أن تشي جينبينغ أكد خلال هذه المحادثة أنه منذ بداية هذا العام حافظت العلاقات الصينية الروسية على زخم سليم للتنمية في مواجهة الاضطرابات والتحولات العالمية مضيفا أن التعاون الاقتصادي والتجار الثنائي أحرز تقدما مضطردا ومن جانبه قال بوتين أن التعاون العملية بين روسيا والصين شهد تقدما مضطردا منذ بداية هذا العام مضيفا أن روسيا تدعم مبادرة الأمن العالمي التي اقترحت الصين وتعارض أي قوة تتدخل في شؤون الصين الداخلية وفق التلفزيون الصيني وعلى صعيد آخر وقعت كل من مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل مذكرة تفاهم لزيادة صادرات الغاز للاتحاد الأوروبي بهدف إمدادات أوروبا بالغاز الأسرائيلي عبر محطات لسالة المصرية وجاء توقيع مذكرة التفاهم الأربعاء على هامش الاجتماع الوزاري السابع لمنتد غاز شرق المتوسط الذي انعقد في القاهرة وتسعى أوروبا بحسب وسائل إعلام محلية لسد جزء من احتياجاتها من الطاقة عبر إمدادات الغاز القادمة من أفريقيا ومنطقة شرق البحر المتوسط لتعويض واردات الغاز الروسي وبمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب لمناقشة عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين العربية وتنول لاجتماع عدة مشاريع قوانين واتفاقيات فضلا عن بحث تعزيز التعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تقرير لشيماء جبران بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية انعقد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب لمناقشة عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين العربية المغرب حضر الاجتماع بوفد ضم منذوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية وضم بالخصوص مدير شؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات السيد هشام ملاطي صادقنا على كثير من الغرارات التي رفعها إلى المؤتمر العام لوزراء العدل العرب كانت البرامج والجداو أو هذه الخرارات مهمة جدا وتناول مشروع الاتفاقية العربية مكافحة الإرهاب وكذل اتفاقيات العربية لمكافحة الفساد ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وتنظيم أوضاع اللاجئين فضلا عن إعداد مشروعي القانون العربي للسرشاديين لمنع خطاب الكراهية ولحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية وغيرها من المواضيع فيها ما يتعلق في مكافحة قسير الأموال وفيها ما يتعلق في مكافحة الإرهاب وأيضا الإتجار في البشر وغيرها استغلال الأطفال في الحروب وغيرها ومكافحة الأسلحة وشكل الاجتماع فرصة للإعداد لمجلس وزراء العدل العرب الذي تصدفه المملكة المغربية يومي التاسع عشر والعشرين أكتوبر القادم في موضوع آخر حذر المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو جراندي اليوم الخميس من أنه إذا لم يتمكن العالم من حل الأزمة الغذائية الناجمة عن العملية الروسية لأوكرانيا فإن أعداد النازحين قصرا عن ضيارهم ستتخطى بكثير الرقم القياسي الذي سجل مؤخرا وبلغ مئة مليون نازح التقرير لحمزة الخدر إذا لم يتم حل هذا الأمر بسرعة فإن التداعيات ستكون مدمرة إنها بالفعل مدمرة الكلام هنا للمفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو جراندي والذي أطلق تحذيرا من تزايد أعداد النازحين في العالم إذا استمرت أزمة الغذاء جراندي قال إن أعداد النازحين قصرا عن ديارهم ستتجاوز بكثير الرقم القياسي الذي وصل إلى مئة مليون نازح مضيفا أن الجهود التي تبذل لمعالجة أزمة عدام الأمن الغذائي العالمية ترتدي أهمية قصوى للحؤول دون أن ينزح عدد أكبر من الناس عن ديارهم المسؤول الأممي تابع قوله إذا سألتموني كم لا أعرف لكنها ستكون أرقاما كبيرة جدا وتسبب النزاع الروسي الأوكراني في نقص حاد في الحبوب والأسمدة في الأسواق مما أدى لارتفاع أسعار الغذاء العالمية وجعل مئات ملايين البشر حول العالم معرضين لخطر الجوع صوتت لجنة استشارية رئيسية تابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالإجماع على التوصية بحصول كل من لقاحي مودرنا وفايزر بيونتي كالمداد لفيروس كورونا على تصريح لاستخدام الطارئ للأطفال وذلك بداية من ستة أشهر حتى خمس سنوات وأصدرت دارة الغذاء تحليلها الذي يظهر أن الجرعات من الشركتين آمنة وفعالة للمنتمين لهذه الفئة وأهم المجموعة الأخيرة التي لا يمكنها تلقي اللقاحات ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يمثل الأطفال نحو أربعمائة واثنين واربعين حالة من بين أكثر من مليون حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة اقتصاديا يتوقع خبراء اقتصاد سيويين أن تواجه العملات الأسيوية تقلبات قوية بعد قرار الاحتياط الفيدرال الأمريكي الرفع من معدل الفائدة ومحاولة منه محاربة التضخم هذا بينما يشهد الاقتصاد الصيني تحصنا في البيانات الأخيرة أكثر مما هو متوقع لنتابع التفاصيل في التقرير التالي حسب خبراء اقتصاديين العملات الأسيوية ستواجه تقلبات قوية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الرفع من معدل الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر رفع معدل الفائدة بخمسة وسبعين نقطة أساس وهو أكبر ارتفاع منذ ثلاثة عقود محاولة منه لكبح جماح التضخم وبينما يبقى التضخم صلب اهتمام الاقتصادات حول العالم يشير الاقتصاد الصيني إلى تحسن في البيانات الأخيرة أكثر مما هو متوقع بينما لا يزال المستثمرون غير مقتنعين أن البنك المركزي قادر على النجاح في إيقاف معدلات التضخم في أي وقت قريب نهاية هذه النشرة مشاهدين تفاصيل عفا عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني انفنتكات تيفي بايم تحية لكم